اذا عدنا خليني ارحب بضيفي الاديب المتميز والرواي الشاب الاستاذ احمد المرسي مقامرة على شرف الليدي ميتسي هي الرواية التي وصلت الى قائمة قائمة القصيرة لجائزة بوكر الرواية العربية اشهر جائزة للرواية العربية انتشارا وجماهيرية ويعني الوصول الى هذه القائمة القصيرة تعني ان اذا اهتمام نقدي حقيقي برواية مهمة ورواية جميلة ورواية قادرة على ان تمنحك متعة قراءة نص روائي خلاق مبدع خصب ايجابي مدهش والحقيقة انا استطيع ان اصف هذه الرواية بكل هذه الاوصاف واكثر لانها يعني احكنا الرواية والا تحكيها انت استاذ احمد هو من الصعب على الانسان انه يلخص روايته لكن خليني اقول انه الرواية بتدور في 1920 بتحكي عن شخصيات جوه هذا الصياق التاريخي في حدث غاية في الندرة والبكارة الروائية وهي موضوع سبق الخيل طيب فيه شارع السبق في مصر الجديدة حتى الان اسم وشارع السبق مع انه ما عيش فيش سبق المنطقة دي كان بيدار فيها اكبر واهم مضمار وسبق خيل في تاريخ مصر هنا بقى تدور احداث الرواية الزمان 1920 المكان مضمار الخيل وسبق الخيل الشخصيات متنوعة ومتعددة البدوي العرباوي الصغير الشاب بيجي قادما فوق خيل الخيل اللي تم شراءها من قبل ضابط السواري المرفوض نتيجة موقفه المؤيد لسعد زغلول ثم الليدي ميتسي اللي هي البنت الفقيرة اللي تقريبا يعني من قطة الليل اللي تزوجها احد الاثرياء المصريين وقاتى بها للقاهرة مات هو ففضلت هي الليدي ميتسي الوحيدة الحزينة ثم امام سمصار الخيول ايضا فاحنا اصدق الوجوه اللي وبتدور احداث الرواية ليه رحت للزمن ده ليه رحت للمكان ده المكان بدأ معايا بالقصيدة انجليزية الفكرة بتاعت الرواية بتبدأ دايما بسؤال عندي يعني دايما بتساءل سؤال فكان السؤال منطلقي بكتابة الرواية ماذا يحدث الانسان لو ان جيت نهاية حياته ولكن عنده كم كبير من الامنيات لم يستطع ان هو يوصل لها ده سؤال بيقتل لروائي عمره 32 سنة؟ ماشي غريبة شوية الناس بتبدأ نواياتها بالنوفل هوم الفكرة بيكتب عن نفسه عن اسرته او عن تجاربه عن وطيه انت دي روايتك التالتة كلها رواية تاريخية اه الرواية احنا وصلنا كده حاجة كويسة عن الرواية القولة عن الموت والفقد ده كده يعني فيه امر تمام يعني اثنين وثانين سنة وكده اثنين وثانين سنة هتكتب عن ايه؟ الحب الاول نستعيده بقى ده السؤال اللي كان مسيطر عليك اه ده السؤال اللي كان مسيطر عليك بداية يعني كمدخل لكتابة الرواية بعد كده صادفني قصيدة انجليزية بتقول في مطلعها هي القصيدة تحولت الى زي مثل انجليزي كده بتقول في مطلعها لو كانت الابنيات خيولا لم تطهى كل الفقراء او فاحلني ده دايما ده مباشرة لفكرة السباء الخيل واحلني ده مباشرة لسباء الخيل اللي كان موجود في مصر قديمة تناسب ده مع الفترة بقى التاريخية الفترة التاريخية مشابهة جدا مع بداية القرن العشرين لبداية القرن الواحد وعشرين للظرف اللي احنا عايشينه دلوقتي ومصر مثلا في الفترة دي كانت بتعاني من ازمة اقتصادية موازية للازمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي كان فيه وباء الالفرازة الاسبانية 1918 موازي تماما لوباء الكورونا جائحة كورونا ما بعد صورة فترة ما بعد صورة 19 الابطال وعشرين خلالها لان الصورة استمرت سنة 3 واحنا هنا بنعيش فترة ما بعد صورة يناير بعد حرب عالمية أولى طاحنة كانت بتعصف بالعالم كان عندنا دلوقتي حروب عالمية تمزق العالم وروسيا واوكرانيا وغزة وغيره فكانت تشابه شديد جدا وقريب جدا بين الفترتين الزمنيتين فدخلت التاريخ في الرواية دي يعني زي استشرافا للواقع أو استشرافا للمستقبل يعني هل احنا ونحن نتكلم على رواية بتدور أحداثها أسناء صورة 19 هل احنا في الرواية لقينا صورة 19 لقيت ظابط محبة خارج منها إنما كأحداث كمظاهرات كيعني وقائع مش موجودة حتى في الخلفية لا لا مش موجودة حتى في الخلفية هي ما بعد صورة 19 أنا دايما بحب أكتب التاريخ مش التاريخ أنت بتعتب سورة 19 يعني الشهور الأولى في سورة 19 لأن عشتين كان لسه موجودة وعشتين كان لسه مزارات نتائج الثورة على الأبطال يعني أنا اتعرضت النتائج الثورة على الأبطال مش بكتب التاريخ مش بكتب رواية تاريخية حتى في ناس كتيروا بتسألني هل الرواية تاريخية أو بيصنفوا حتى في النقاءات الصحفية هم رواية تاريخية ولهم الرواية مش رواية تاريخية الرواية هما بيسمونه من الأدب خيال تاريخي ممكن يستمد التاريخ خليه زي خلفية أو ديكور خلف الأحداث ولكن البشر إزاي بيتعاملوا بطبيعتهم الإنسانية العادية اللي ممكن تكون طبيعة معصرة يعني ممكن نكون بنتصرف بنفس التصرفات ونحمل نفس الأمال في عصرنا الحالي بس هما ظرفهم التاريخ هو اللي بيأثر عليهم بس إحنا رحنا عالم البدو وروحنا عالم الإنجليز وروحنا عالم البهوات والبشوات في المرخين وروحنا عالم الطبع المتوسطة وروحنا عالم البراط والمناه ده كله كان محتاج من مذاكرة تاريخية ولا شك لايذ مصادرك فيه يعني نشأت السباء وتفاصيله حتى بما فيه الاستعانة بأسماء الخيول كمان اللغة في الرواية كلها اللغة ممزوج فيها زمانها بقوة جدا وظهر بمفردات لأنك حتى بتلجأ أحيانا لشرح المفرادة في الهامش في الهامش البحث التاريخي ده منين واستغرق منك قد دقيق البحث التاريخي أخذ يمكن سنتين والرواية تم كتابتها في حوالي ستة أو سبعة شهور كان فيه أيضا بحث خلال فترة الكتابة وبرجع دايما للمصادر منين بقى ده كاتجري واسعة قوي من الكتب والمصادر يعني مثلا الجزء الخاص بالقبائل التحوية وسبقات الخيل وغيره كنت معتمد فيه على أحد شيوخ العرب اسمه التحاوي سعود هو من هو مذكور بالاسم هل حفيده ليه كتب عن تراث القبائل التحوية وعمل موقع بيقرش فيه تراث القبيلة دي بالمخطوطات بكل ده لأنها قبيلة مهمة وكان لها علاقات بديليسيبس وكان لها علاقات بالحكومة المصرية وحكومة محمد علي هل زعتش انت من اتهامها بموالسة هو لما قرأ الرواية عاتبني على ده بس البعض قد لا يفهمون أن فكرة القومية المصرية أصلا لم تكن موجودة في الفترة دي من القرم خاصة عند البدو القبائل البدوية لم تترسق فيهم فكرة القومية المصرية ألا متأخرة فمنطلقهم دايما لأي فعل هو منطلق المصلحة العامة ما كانش فيه فكرة عشان مصر أو عشان أحمي مصر من البخيل أو غيره فكرة اتهام يعني عن نوعات منهم لأنه في الآخر حمد الباسل زعيم البدو كان أحد السبع الكبار في المنفيين في وفد 2019 واحد من كيادات الصورة وبيته استقبل الصورة كاملة يعني في كل ظروفها وأحداثها وتطوراتها وهو اسم كبير ولهم دور فاعل ومهمة في الصورة لكن تقصد في أجزاء أكيد يعني كما كل مجتمعات لا حضراتك بتكلم عن 19 دقاء 82 التحوي هنا صورة 82 أب 40 سنة هنا القبيلة مطاردة بهذه اللعنة لا 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 خالص لا 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 في الرواية اه في الرواية في الرواية هي مطاردة بهذه اللعنة لكن في الحقيقة لا في الحقيقة مفهوم مفهوم التحوي سعود تصرف فده الموقع عن التحوية عن التحوية طيب السبق بقى السبق احنا عندنا ممكن تشرح للناس الجغرافية اللي انت شريحها في الرواية من فكرة السبق كان فيه ميرلاند اللي بقت ايه كده يعني احنا عندنا كان عندنا في مصر الجديد في مصر بشكل عام كان عندنا حوالي تلات نوادي للسبق نادي في الجزيرة نادي الجزيرة وده كان ما بدخلهش غير الانجليز ونادي في سكندرية سبورتينج ونادي في مصر الجديد عمل برون انبان عشان يجذب المستثمرين برون انبان مؤسس مصر الجديد وموجود هنا في الرواية وحضر بشخصه بلحمه ودمه مزبوط وكان فيه سباق في السودان في الخرطوم سباق مصر الجديد كان مكانه دلوقتي هو طبعا تم الغاء السباق مدمار السباق هو مكان الميرلاند يعني الميرلاند الدايرة بتاعت الميرلاند دي هي دي كانت حالة السباق لو عدنا الميرلاند الشارع الحجاز هنلاقي ان فيه المدرج بتاع السباق هو موجود لحد الوقت هم تم ترميزهم مؤخرا دان روكسي كان ايه؟ دان روكسي كان اللونا بارك اللونا بارك كان اللونا بارك اللونا بارك دي كانت اول ملاهي في الشرق الاوسط موجودة في مصر الجديدة ملاهي كبيرة جدا وحنا لو شفنا افلام ابيض وزود هنلاقيهم لسه بيذكروها يعني رغم ان الافلام جيت لفترة لاحقة لأحدث الرواية ولكنهم لسه بذكروها ما هزود يوم من عمري صور فيها افلام كتير اه افلام كتير صورت فيها فاللونا بارك كانت مشهورة جدا وكانت زي يعني بيشدوا لها الرحال يعني مثلا هم في القاهرة مصر الجديدة كانت ضحية بعيدة نسبيا عن القاهرة في الفترة دي فكانوا بيركبوا لها الترام عشان يوصلوا الى اللونا بارك ويقضوا يوم هناك فيه فده الوسائق بتاعته المراجع بتاعته كتئيب المراجع بتاعة هي قليلة جدا لان احنا عندنا الارشيف العربي بشكل عام ومصري ما بيقرخش الاماكن كتير هو ممكن يقرخ للاحداث والشخصيات اكتر فلذلك كان فيه مرجعين السيين احدهم كتاب دكتورة ميل شاركت فيه دكتورة ميل التلمساني من المركز الثقافي الفرنسي كان بيقرخ لمصر الجديدة ومقرخ كويس جدا لحلب ورافيا وحلب وعماكنها واللي كان بيدور طبعا غير الارشيف الصحف عندنا مجلات زي اخر ساعة مجلات زي الصحف القديمة دايما كان فيه تغطية لسبقات الخيل دي اسبوعية كان يوم التلات بينزل مقال هو كان الامر عامل زي وكأنه مهرجان يعني حاجة الشخصيات المهمة كانت بتحضره طبعا فالجمهور كان مهتم بيه وبيقرأ اخبار ومشارطا عامل زي اخبار اخبار المهرجانات مهرجان الجنو ومهرجان القاهرة والفنانين والسجادة الحمرة طيب خليني برضو اروح هنا الى انه مش بس تاريخ السباق انت عامل تقنيات السباق نفسه يعني مش بس لبس اعداد الخيل اعداد الفرس ولبس الجوكي انت شغال على حتى علاقة الجوكي بالفرس بتاعه التقنيات هل احنا اصد يعني خبرة فنية فيها ولا برضو اشتغلنا بخيال وتقيير رواقي فيها اشتغلنا بخيال واشتغلنا من مصادر الليها علاقة بالخيل والليها علاقة بسباقة الخيل قديما وعندها معلومات جرائد قديمة يعني انا فرس فرشل يعني طيب احنا عندنا في اللغة هنا برضو لغة لغة الطبع المتوسطة العادية التي يمكن تكون يعني واضحة منذ اليوم الاول وان كان برضو مفردات لها علاقة بزمنها لكن عندنا هنا لغة او لهجة البدو عندنا هنا لهجة الانجليز المضمغة بالعربي برضو ضبط اللغة في الرواية من الاشياء اللافتة للغاية بما فيها غموط كثير من معانيها ما كان لكش طاشر خصوصا انه جايزة يعني وصلت الى القائمة القصيرة للبكر فواضح انها يعني امتعت قارئا عربيا لانه يبدو في بعض الالفاظ والجمل مش مفهومة حتى للقرئ المصري اللغة العمية المصرية ممتشرة بشكل واسع على المستوى العربي دي مش عمية مصرية عادية دي عمية مصرية تراثية قديمة ومرتبطة بطبقات فيها كمان وطوايف اجتماعية ولكن احيانا اعتقد ان هو بيسهل فهمها حتى الالفاظ الغريبة بيسهل فهمها من السياقة والحاجات وطبعا الرواية بتعرض على كذا شخص قبل النشر وعلى دار النشر على لجنة القراءة في النشر احنا نسينا مهمة للنشر يعني وبيقرؤوا بيشوف الكلمات دي والله الكلمة دي صعبة الكلمة دي عايزين نغضحها فيها مش كلمة دي عايزين نبرزها اكتر او نشيلها خالص في كلمات تم حصفها بالكامل عشان هتبقى صعبة شوية طيب عايز ارجع هنا معها ليه يعني شخصياتنا في الرواية شخصيات مهزومة محبطة سودوية لحد كبير يعني فيها قدر من جهاض الاحلام عالي جدا حتى الولد انا مش عايز احرى احداث سنوية عمص حتى الولد اللي هو بد وكأنه يعني يقود خيله والفرز بتاعته حتى شعله شمع شمع يقودها حتى يعني يسابق الجميع وينتصر بنلاقيه برضو في يعني يلقى مصائر ذاتها اللي لقاها الاخرون الى هذا الحد حالة الانكسار والسودوية مسيطرة على كل شخصياتنا الى درجة انه عايز افتح اي طائط امل في الرواية اعجز عن ذلك برضو ده يعني هدف مقصود معني ولا دخلك الرواية وقد مضى بك الى ما مضى اليه لا هي الرواية بشكل عام بتتكلم عن الامان المحبطة او الامان غير المكتمل اللي ممكن انسان يوصل لها في الحياة خاصة ان احنا في العصر الحالي كثير من الاحباطات ممكن نواجهها ممكن العصر الحديث كمان والحضارة الحديثة بتاعد الانسان بامال كبيرة واسعة قد لا ممكن ما يكونش ادها اصلا يعني الصراء السريع والغنى السريع السوشيال ميديا بتدفع الانسان بالاتجاه تشتصراء سريع دلوقتي يا أحمد بتدفع الانسان في اتجاه معين عشان يحلم ببكرة او بيفكرني دايما بالحلم الامريكي والازمة الاقتصادية اللي حصلت في بداية القرن العشرين في امريكا والصدمة اللي تلقاها المجتمع فمع الاحلام البعيدة ومع الاحلام الكبيرة والسريعة في النجاح والامال بيحصل احباطات برضو سريعة فازاي انسان يعالج نفسه من هذه الاحباطات بس ده الانسان العادي ولا الانسان المدمن اللي احنا ابطالنا هنا كلهم مدمنين سبع ظروفهم اللي خليتهم مدمنين سبع يعني واحيانا بعضهم مجبر يعني فوزان التحاوي مجبر عن اللي هو يدخل السباق سليم حققية مش في دماغ والسباق الدليل اللي هو كان بيراهن على حاجة في الثانية في الأساس هو عايز مكسب سريع ينقص بموقفه او حياته بس التورط فيه ورغم لوم الزوجة ورغم انه بتقوله لانه شايف ده الامل الوحيد يتورط يتورط فده زي مدمن المخدرات زي مدمن الخمرة زي مدمن السباق في رواية سابقة ذكرت ان الامل احيانا قد يقتل الانسان التعلق به انه ممكن يضمره فهو لعبة لازم يدخلها حسبها الاول امال واحلام حتى الامل والاحلام لازم يكون الانسان حسبها ويعارف ازاي يوصلها بمسئولية فده دير سالة انت هتكتب نواية عن الفين اربعة وعشرين ممكن قريبا فالحقيقة التلت رواية اللي فاته كان اغلبهم بيتور فيه سياق تاريخي بس من الاختيار ده هي بات ظاهرة موجودة عند كثير من ادبائنا وخصوصا الشباب منهم فهل ده فرار من الواقع هل ده خوف من التماس مع الواقع فتقول فيه رؤية ربما لم تندق بعد ادواتها عندك ولا نتيجة ضغوط وقيود البلد واللي فيها فمش عايز تتورد في شخصيات واراء ومواقف ولا انت شايف لجوء للتاريخ اكثر حكمة واكثر قدرة على ايراية البشر واراية عوالمنا من طريقة ادق الرواية التاريخية او الرواية اللي بدور في فالك تاريخي رواية موجودة من زمن يمكن اصلا الرواية بدأت رواية تاريخية فيكتور هوجل ويتلستوي الكتاب الادباء الكبار يعني بدأوا بالرواية التاريخ لا اعتقد عن نفسي بتكلم عن نفسي ما قدرش حل الجيل كامل بيتفرج بيتكلم ازاي بس اعتقد عن نفسي ان التاريخ بالنسبة لي هو ستشراف للواقع والمستقبل يعني لما اعرف الحاضر بالماضي افهم الحاضر بالماضي انا موافق جدا معاك ويدك لكن اقصد لما يبقى اروح مرة الكتاب السنة دي فلاقي مثلا 30 عنوان جديد للروايات فلاقي منهم 22 مثلا تاريخ ده لا يشكل عن نفسي زحمة المرسي قدبنا الرائع الشاب الموجود الان فيه واحد من اهم خمس روايين في قائمة البوكر للرواية العربية لا يشكل بالنسبة لك شيء ابعد من انه اهمية التاريخ طبعا قطعا والرواية بدأت تاريخية والرواية التاريخية ستظل موجودة طول وقت ومهمة جدا وعلى قدم المساواة بل وربما تسبق انواع اخرى من الروايات لكن كلها تتحول الى هذا الحجم لهذا العدد لهذه النسبة لا يشغلك تفسيرها ممكن البعض احيانا بيشوف يعني اعتقد ان اصل الفضاء الادب بيبقى كبير دلوقتي والنشر بقى سهلك فممكن شاب لسه بيظهر بيشوف ان في رواية تاريخية نجحت فبيحاول او بيشوف ان الطيار ده نجح ولكن هي اللي بيدخل الكتابة من هذا المنطلق طبعا هي بتقوى عاملة زي موضة لكن انا عن نفسي اعتقد ان يعني مثلا في دماغي دايما يعني السؤال ده السؤال اللي هي في الصحافة في الفترة السابقة واعطيت مثلا بالأستوز جمال الغطاني لما كتب الزين لبركات هل كان بيهرب من الواقع او كان بيقل الطيار معين لا هو كان شايف ان هو عشان يفهم الواقع بس ما كانش يساق اياميها يعني كل هذا العدد من رواية التاريخية السؤال جمال من رواد هذا المجال ايضا لكن كمان كان كتب قبلها يوميات شاب عاش الف عام كتب الرفاعي يعني ما كانش اول تجارب له وان كان نرجع السؤال نجيم محفوظ بدأ بدأ بالسلسية طبعا المشهورة التاريخية بتاعة طفاء ما نقدرش نحكمها ما نقدرش نقول مثلا ده يعني طيار او كده لا ما نقدرش رواية خالدة وستبقى عشرات السنوات وسأنسى البعض متى نزل في يعني نزلت في اي عام ومع اي كتب ومع اي روايات وطبقى هذه الرواية الرائعة علامة من علامات ادبنا الجميل وان احنا قادرين على مصر قولادة بمبدعينها ورواييها الكبار ودي روايي شاب لأستاذ أحمد المرسي 32 سنة في القائمة القصيرة لبوكر ندعو الله سبحانه وتعالى انك انت تتصدرها وتحصل على الجائزة الكبرى فيها بإذن الله مش بس عشان يعني قيمتها المالية عشان قيمتها الجماهيرية وإلى رواياتك القادمة بإذن الله تبع عنوان مهم والغاية منروح مع بعض النوبل يا رب الله يخليك الله يخليك أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الإسبوع القادم اشتركوا في القناة